أبواب موصدة وتوقف تام لفعاليات المعهد الوحيد من نوعه في أفغانستان المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى وجاءت هذه النهاية للمعهد بعد سيطرة طالبان على الحكم في كابل وكان أعضاء المعهد يؤدون الموسيقى الأفغانية التقليدية للعالم كما تم تدريبهم على الموسيقى الغربية الدراسة كانت في المعهد على مستويات مختلفة وذلك لأن الدارسين كانوا أطفالا وشبابا وكانت الموسيقى تدرس إليهم بشكل مكثف وبعد سيطر الطالبان انتابهم مخاوف فتوقفوا عن العمل المعهد أسس عام 2010 وخلال مدة قصيرة شهد تقدما ملحوظا وحقق إنجازات مهمة ما أهله للحصول على جائزة النوبل للموسيقى كان من الممكن أن يستمر المعهد في مهامة الدراسية وذلك بتقديم الموسيقى المحلية لأن طالبان لا تمنع هذه الأقسام من الموسيقى يذكر أن طالبان لم تسمح في عهدها الأول في التسعينيات من القرن الماضي بسماع الموسيقى وبعصف آلات الطرب حتى في مراسم الأفراح وهي أيضا تفرض اليوم قيودا على الموسيقى تعتبر طالبان فعاليات هذا المعهد خلافا للصيغة الإسلامية بينما يعتبر الفنانون الأفغان إغلاقه إهمالا للثقافة والتقاليد الوطنية عبدالله نادر الغد كابل